لو فرنك بويز ومعندك الشوية ولا فحمه عايزة تاكلك كده حتة لحمة مشوية دايبة ومستوية كده في اقل من نص ساعة يبقى تيجي معايا اقولك تعملي ايه في الاول خالص كده معانا كيلو من اللحمة واللحمة اللي انا استخدمتها هنا لحمة موزة مش شرط خالص ان انت تقطع اللحمة تكون لحمة شوية لأ في الوصفة دي اي قطعة لحمة عندك هتنفع معاك في الوصفة دي بعد كده هناخد اللحمة هنقطعها لمكعبات يكون حجمها وسط ومعايا كمان قطعة من الليا الضوني قطعتها برضو لمكعبات يكون حجمها وسط وبعد كده بقى هنتبل اللحمة مع الليا الضوني بشوية ملح فلفل اسود بهارات لحمة بهارات مشكلة وكمان شوية من البابريكا وهنخلطهم كويس مع بعض بحيث ان اللحمة تتشرب منه البهارات كويس هنركنهم على جنب كده حوالي خمس دقيقة لحد ما منجهز البطاطس بجيب بطاطس اي كمية تحتاجيها هنقطعها برضو لمكعبات يكون حجمها وسط وهنتبلها بشوية ملح وفلفل اسود وكمان شوية من البابريكا وهنخلطهم كويس مع بعض هنرجع تاني كده نجيب اللحمة ومعايا كمان عيدان الشيش طوق كنت حطها في مية حوالي خمس دقيقة بعد كده هنجيب بقى العصيون بتاعة الشيش طوق هنحط في الاول كده قطعة من اللحمة وبعد كده قطعة من الليا الضوني لحد ما منخلص الكمية كلها وتجيلي بالشكل ده هنجيب بعد كده تواصل فيها زيت سخن بعد كده اول حاجة منعملها ان احنا مننزل عليها والبطاطس نحمرها ونديها اللون الجميل اللي انتو شايفينه في نفس الزيت هنبدأ بقى نجيب كده اللحمة وهنبدأ نديها لون جميل طبعا النار لازم تكون عالية جدا علشان بس مش عايزين اللحمة تنزل سويل احنا عايزين بس اللحمة نديها صدمة ولون جميل باللون اللي انتو شايفينه ده اول لما اللحمة تاخد اللون الجميل اللي هنبدأ على طول نخرجها ونبدأ بقى نجيب حلة اللي احنا هنشتغل فيها بنجيب حلة ونحط فيها كده كبشة كده من الزيت اللي احنا كنا محمرين فيه اللحمة والبطاطس اول حاجة كده بنحطها البطاطس ونبدأ نسويها بالشكل ده ومعايا بعد كده بصلاية متقطعة شريح رفية هتبّلها بشوية ملح وشوية فلفل اسود وهندعكهم قويس مع بعض وكمان طماطمية متقطعة برضو شريح هتبّلها بشوية ملح وشوية فلفل هنجيب بقى الطماطم ونبدأ نحطها كده على البطاطس وكمان شوية من البصل وهنسيب شوية من البصل هنضيفهم في الآخر بعد كده هنضيف اللحمة اللي هي العصيان بتاعت اللحمة وهنبدأ نوزحها في الحلة بالشكل اللي انتو شايفينه واخر حاجة كده بضيف شوية من البصل اللي احنا كنا ركنينه على جنب وبعد كده بقى هنضيف نص كباية من المية والمية اللي احنا هنضيفها لازم تكون مية سخنة هنغطي بقى على الحلة دي وهنرفع الحلة على النار الاول خالص النار لازم تكون عالية جدا لحد ما المية تبدأ تغلي معنا بعد كده هنهد النار ونغطي على الحلة ونسيب بقى اللحمة بتستوي معايا اللحمة يا جماعة اخدت معايا بالضبط تلت ساعة كانت مستوية ودايبة وزي الفل مش قادر اقول لكم على ريحتها ما خدتش معايا اي وقت نهئي ومش شربة اي زيت خالص انا يضبك بس حمرتها تحميرة خفيفة كده في الزيت علشان بس في الاخر اللحمة تجيلي بنفس لون الشوية اللي احنا بنجيوه من برا جبت بقى طبق فويل زي انتوا كده بشوية من البقدونس بعد كده جبت بقى اللحمة المشوية الجميلة دي بدأت كده احطها في الطبق يعني كأننا يعني شاريين اللحمة دي من برا ايه ما شاء الله اللحمة شكلها جميل وغدى لون جميل وكمان مستوية ودايبقى ويه شايفين اللون الامر اللي هي وغداء اللحمة دي بقى كأنكم شوينها على فحم كأنكم شوينها في الفرن ولا يمكن ابدا خالص حد يقولها عندكم ويفكر ان انتوا عاملينها في البيت لا هيفكر ان انتوا فعلا شارينها من برا وكمان جبت كده طبق زي انتوا بشوية من البقدونس وحطت فيه كده البطاطس اللي احنا كنا عاملينها بصراحة بقى بعد المنظر الجميل ده انا عايزة الكومنتات كلها مفيش فيها غير تسلم ايديك يا موليلي لايك بقى لو عجبكم الفيديو رب انه يحسن ما بين ايديكم وبالفعانة وشوفها بكل سنوات طيبين